السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نادية عبدالسلام ودي قناتي لو أول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد التوفير قرار مش حرمين فيديو النهاردة هقولك فيه إزاي توفري وتحسيبيها صح كل يوم الأسعار في الزيادة همش عارفين نعمل إيه يعني لو قلت إن الأسرة بتاعتي بتتكون من أربع أفراد أو أكتر هعمل الفرخة كلها في يوم واحد وبعد كده ما فيش لحوم أكيد لا هناكل من كل حاجة بس بحساب الإنسان بيأكل علشان يعيش مش بيعيش علشان يأكل بمعنى إن الأليل يكفي والفرخة اللي كنا بنقسمها على أربع أفراد هنقسمها على تمن أفراد لو أسرت عادتها كبير ولو إحنا مثلا أسرة من أربع أفراد هنعمل نصها سواء كانوا الصدور أو الأوريك أنا النهاردة هعمل الغدع بنص فرخة هقسم كل وركة على اتنين الفرخة دي عملة ماتين جنيه غير الفطار في اليوم ده وغير الرز والخضار اليوم ده هتضلع كيس من الخضار إلا أنا مفرزاه وأعمله جنبها علشان أقدر أمشي نفسي بمصروف البيت لباقي الإسبوع طب لو أنا ما عنديش ولا خضار ولا رز ممكن أقل الوزن الفرخة شوية أو أشتري من الأول نص فرخة ممكن أشتري وركين بس بيبقى سعرهم أقل شوية من الصدور والفلوس اللي توفرت معي هشتري بيها رز وخضار ولو كمان عملت مقارونة هيبقى أوفر وخاصة لو أنا مفرزة صلصة طماطم من الأول أنا كده قسمت الأوراكة على أربعة السدر كمان هشلي الجناح بتاو هفصلوا كده عن السدر ما تنسوش سيبوا أثر جميل بلايكوكم منت حلو أكيد هيفرق معايا كتير ممكن بربع فرخة بس زي دي نعمل بيه غدا كامل وده عملتوا معاكم قبل كده فاكرين الفطائر اللي عملتها معاكم بحشوة الفراخ كانت بربع فرخ فاكرين كمان طاجن البطاطس اللي كان بشرايح الفراخ ولا محش الكروم اللي عملتوا بشرايح الفراخ كانت أقل من نص كيلو من البني يبقى غيرها من الوصفات زي الرز المبهر وكمان لسنة العصفور اللي عملتوا بقطع الفراخ كل دي وصفات عملتها معاكم عمل يقبل كده هسيب لكم اللينك لكل وصفة في صندوق الوصفة عشان تقدروا تدخلوا على الفيديو بكل سهولة أو هستقدم السدري كامل بس هقطع كل ربع على اثنين وبرضو هيكفي أربع أفراد لو عايز أسلقوا أو أشوي أو هقطعهم بني بإني أدخلهم الفريزر وأسيبهم يتلجوا شوية وبعد كده هقطعهم بني أو هسهل على نفسي وأخلي الفراج من الأول وهو بيقسم الفرخة إنه يخلي الصدور ويقطع الصدور بني وكده أسهل على نفسي أما الكبدة والقنصة يا إم هشيلهم في الفريزر لما أجيب فرخة تانية هكمل عليهم وأعمل بيهم رز بالكبت والأوانس أو شوية فريق مفلفل بالكبت والأوانس أو بضيف عليهم الأجنحة مع الرقبة وبرضو بحفظهم في الفريزر ولما بجيب فريق بعد كده بجمعهم كلهم مع بعض لحد ما يعملوا أكله وبسويهم في مرة تانية جمي شوية مقارون وبنعدي بيهم يوم نيجي بقى للوصفة بتاعتنا دي بصلة طبيرة مبشورة هضيف عليها شوية من الملح والفلفل الأسود وهقلبهم مع بعض وطبعا غسلت الفريخ كويس ونقعتها في المياه مع معلقة من الخل وعصير لمونة وشوية صغيرة من الملح هناخد كده شوية صغيرة من البصلة المبشورة وهتبل بيها الفريخ الفريخ دي أنا هسلقها بس الخطوة دي بتفرق في الطعم وتخلي طعمها أحلى هسيبها في التدبيلة دي لمدة نص ساعة قبل التسوية هسخن الحلة كويس ولا أي حاجة أنا بحب أشوح الفريخ الأول ما بحبش أغل المياه وبعد كده أنزل بالفريخ لا بحب أشوحها وبعد كده أضيف المياه والخطوة دي بتفرق كده في الطعم بتاخد طعمها أحلى هضيف إيه من المناكهات هضيف طمط مياه وبصلة صغيرة ممكن أكتفي بإضافة البصلة المبشور واستغنى عن البصلة هضيف ورقة اللورة وكم شريحة من الجزر وهضيف كمان فلفل أسود وشوية من الملح وممكن إضافة حبهن التوبل اللي تحبوها وتفضلوها اضفوها هقلبهم كده مع بعض وهغطي الحلة وهسيبهم لمدة خمس دقايق نشوف الفريخ نقلبها كده ونشوفها فيها مياه ولا لأ عايز أقولكم ريحتها حلوة من دلوقتي الخطوة دي بجد بتفرق في الطعم والريحة كده خلوس الفريخة شوحت ما فيهاش مياه في الوقت ده أنا كنت أحطى البرات بالمية أحطها جنبي كده على عين البتجاز علشان أزود بيها الخطوة دي برضو من خطوة التوفير مش لازم أشغل عليها الكاتل معروف إن الكاتل بيسحب كهرابة كتير وإحنا قررنا إننا نوفر هضيف المية كده لحد ما أغطي الفريخ تمام كده هغطيها وأسفها لحد مما تستوى وعلى ما الفريخ تستوى هسوي جنبها كده شوية رز بالخضر فحل على النار ضفت المقدار من السمنة أو سمنة على زيت أو زيت بس زي ما بتحبه طعم الرز أو على حسب المتاح استنيت لما السمنة سخنت ونزلت عليها بباقي البصلة المبشورة أشوحها كده تشويحها سريعة ومن غير ما تاخد أي لون هنزل عليها في الخضر دي كوباية من البسلة بالجزر اللي كنت امفرزها معاكم أنا حبيت أختصر وأعمل الخضر والرز في خطوة واحدة وفحة لوحدة يلا توفيرها للموعين بما إن الفيديو النهاردة عن التوفير طلعت البسلة من الفريزر قبلها بحوالي ربع ساعة وأخدت منها حوالي كوباية بس قطعت قطع الجزر لقطع أصغر شوية وهبتدي أشوحها كده مع البصلة علشان أنا كنت مفرزوها زي ما هي من غير ما نزلها في مياه سخنة ولا حاجة فهتعوز بس شوية تسوية سريعة كده قبل منزل بالرز علشان الرز طبعا ما بياخدش سوى هضيف كمان كده عوض من الإرفة وورقتين من اللورة ومكعب من مرأة الدجاج أو اللحمة زي ما تحبوا هشوحهم كده مع بعض طبعا تقدروا تستغنوا عن مكعب المرأة لو مش بتحبوه يعني هشوحهم كده لحد ما مكعب المرأة يبتدي يدوب أنا طبعا أغسل الرز ومحضرها جنبي هضيف ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود هكتفي بالبهارات على كده ومش هضيف أي تابل تاني غير الفلفل الأسود هشوحهم مع بعض تشويحة سريعة خلاص كده هبتيجي أنزل بالرز دول كوبايتين من الرز المصري التفرزات من الحاجات المهمة اللي بتنفع جدا بتسدي كده معنا في يوم كده نكونوا شاريين أكل غالية شوية أو يكون المصروف خلاص أو آخر الشهر هشوح كده الرز لحد ما يتغلف كله كده مع المادة الدهنية ودي خطوة برضو من خطوات نجاح الرز ممكن أطبخه بسلة أو أي نوع تاني من الخضار اللي أنا مفرزه لو أنتو مش حابين يعني تعملوا الرز بالخضار بس هو بيبقى برضو طعمه حلو وتغيير عن المعتاد خلاص كده الرز تشوح وقبل ما نزل عليه بالمية هنزل عليه بكم شريحة من الفلفل الألوان برضو لو مش متاح تقدروا تستغنوا عنه مفيش مشكلة بس أنا بما إن عندي ضفت كده كم شريحة وقلت كمان بيزود كده القمة الغذائية هشوحوا كده تشويحة سريعة يدوب بس كده هقلبهم مع بعض وأنزل بالمية السخنة ده رز مصري كل كباية رز هتاخد قصادها كباية من المية أنا هضيف كبايتين من المية السخنة وشوية صغيرة بس زيادة كده لتسوية الخضار هضيف الملح هنضيف الملح كده على حسب كمية الرز هقلبه كده كويس علشان أدوب الملح وهغطي عليه وهسيبه على النور عالية لحد ما يتشرب نشوف الرز كده الرز خلاص تشرب أهو ههدي علي النور لأقل لدرجة وهغطي عليه وأسيبه يكمل تسوية هياخد حوالي ربع ساعة من بعد ما تشرب في الفيديو اللي فات أنا عملت معاكم السمبوسة بحشود السبانخ والعصوق النهاردة هطلع شوية كده من اللي أنا حشيتهم بالسبانخ ونحمرهم أنا طلعت السمبوسة كده قبلها بربع ساعة وبعد كده سخنت الزيت يضوب بس بذأ يسخن وهنزل عليه بالسمبوسة وهي لسه متجمدة شوية أروعي بس كده وأنا بحط السمبوسة إن الزيت يكون بدأ يسخن ما يكونش سخن قوي علشان ما تاخدش لوم بسرعة وتكون من جوه لسه متجمدة أو ساعة هنزل بالسمبوسة في الزيت وأول ما الزيت يبتدي يسخن ههدي النور للنص وأول ما تبتدي تتشمع هقلبها على الجنب التاني علشان تتشمع من الجنب التاني كمان أنا اخترت السمبوسة النهاردة اللي بحشود السبانخ لإني عاملة فريخ وهخلي السمبوسة اللي بحشود العصوق للوم تاني ما يكونش فيه لحوم السمبوسة من الأكلات السهلة والسريعة سريعة جدا في تسويتها خاصة اللوما فرزنها هم عشر دقايق في التسوية وهتبقى جاهزة أنا حبيت أوريكم طريقة التسوية لو حد أول مرة بيعملها وما كانش يعرف طريقة التسوية أهم حاجة إن أنا أهدي النار وأحافظ على لونها في التحمير خلوس كده السمبوسة أخدت اللون حلو هنبتدي نطلعها على طبق فيه منجيل مطبخ علشان بس كده لو فيها شوية من الزيت الزيادة تبتدي تتصفى والرز استوى وكمان حمرت الفراخ تحت الشوية وهقدم كده السمبوسة هعمل طبق كده لكل واحد مع طبق من الشربة ممكن كمان كنت أعمل طبق من لسان العصور لو حابين يعني أنا قليت واحدتين من السمبوسة اللي بحشوة العصاق علشان أوريها لكم نقول كده بسم الله زيها سخنة جداً نضوء كده عمال إيدينا طعمها حلو جداً ما شاء الله نشوف كمان اللي بحشوة السبانخ كان نفسي أوريها لكم وهي سخنة أكتر من كده بس أنا على محمرة اللي بحشوة العصاق كانت بردت شوية كنت أتشوفه بقى مطت الجبنة وجمالها حلوة جداً ما شاء الله نقول بسم الله تبارك الله إلى جدا ده كافي ووافي أنا بالنسبة لعمري ما أقدر أكل الطبق ده كله في يوم واحداً تقريباً ممكن يكفين يومين والسانبوسة كمان كان فيها برقة أنا قلت منها مرة قبل كده ودي تاني مرة وفاضل منها يعمل مرة كمان ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو باشكركم جداً ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك ونشير وسبسكرايب واستنوني في وصفة جديدة وبي باي اشتركوا في القناة